اشتركوا في القناة رح يكون في بث مباشر ان شاء الله رح نجاوب عن بعض الاسئلة ونشوف اسئلتكم برضو نعمل عليها دراسة وتحليل ورد عليها وفي نفس اللحظة اذا في مواضيع حابين تستفسروا عنها او تطرحوها برضو اليوم ان شاء الله رح اجاوبكم عليها طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد 14 تشرين الثاني نوفمبر القمر موجود في منزلة الرشة وهي تعتبر اخر منزلة بالخارطة الفلكية قبل انتقال القمر لمنزلة الشرطين اللي هي اول منزلة بالخارطة الفلكية وتعتبر اول درجات برج الحمل بما ان القمر موجود في منزلة الرشة ومنزلة الرشة هايلا العلاج والربح والسلامة والصلاح رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 43 دقيقة من بعد عصر اليوم الاثنين فالقمر بنتقل للحمل وبيكون في أول منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر طبعا القمر بما أنه من الآن لغاية ساعات ما بعد العصر موجود بالحوت فبنظل الناحية الروحية بتلعب دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين ومندمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام ووسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوائية البطيئة المتشكلة واللي رح تتشكل في الأيام القادمة ما بين الكواكب الكبيرة أول زاوية ذكرناها هي آخر يوم لإلها هي زاوية تربيع سلبية اللي بين المريخ وبين زحل يوم 14-11 بتنتهي هاي إلها علاقة بالمواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل كبيرة وبرضو هاي إلها علاقة اللي منظلنا نبهه ونقول اتمالكوا أعصابكم ضبط النفس مطلوب عند التعامل مع الغير اتجنبوا المواجهة بالفترة هاي بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية اللي بين الشمس وبين نبتون وهاي رح تظل لغاية يوم 15-11 يعني بتظل مستمرة هاي الزاوية إيجابية بتعزز الخيال الخصب في المجالات الفنية والابتكار وبتزيد قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو بتنتهي يوم 15-11 هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي اللي بتخلينا نميل للعيش في مستوى أعلى من مستوانا ومنبذر أموالنا بالفترة هاي حذرنا من تجنب القمار والمضاربات المالية لأنها عادة بتعرض لمشاكل هاي الاتصال غير مناسبة للمغالاء والنفقات وخاصة المالية برضو بتحذر من فشل المشاريع بتبدد الحضوض في أي مسعى بنقوم فيه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل إيجابية اللي هي بين عطارد وبين أورا نص طبعا مش إيجابية قوي يعني هي نص نص منقدر نحكي إنها ممتزجة وهاي الزاوية حكينا إنه هي ذروتها اليوم الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة بعد العصر فبتخلينا ننشط بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت بتعزز قدرتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا نشعر بالثقة وقوة الحدث الموجودة عنا ولكن هاي بتعرض لبعض الإصابات أثناء الحركة أو حوادث السير المفاجئة لأنه ممتزجة حكينا بتعمل إصابات جسدية أما بالنسبة لللي رح يبدأ اليوم تأثيرها هي زاوية طويلة التأثير لا هي زاوية منفصلة ما رح تصير منتصلة يعني ما في إلها يوم ذروة هي بتوصل لحد إنه الكوكبين هذولا بوصلوا لمرحل لأنهم بدهم يتصلوا في بعض بعدين بصير تراجع للزهرة فترجع بتنفصل الزاوية يعني ما بتم اتصالها ولكن إلها تأثير إيجابي هاي الزاوية رح تظل مستمرة بانفصالها يعني بهذا التواصل منفصل لغاية يوم 19-12 فبسود جو عام من الود بتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وخصوصا الأحبة وبتعزز العلاقات العاطفية وبتخليها شوي تصير ناجحة أكثر من الأيام الماضية اللي كان فيها نوع من أنواع سوء التفاهم أو المشاكل بالنسبة للزوايا السريعة اللي رح تتشكل اليوم أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة هاي الزاوية تأثيراتها إنها منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبينتهي في تمام الساعة 3 و 47 دقيقة بعد العصر هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر رح ينتقل للحمل الساعة 43 و 47 دقيقة بعد العصر وبهاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المحتمل إنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هاي الفترة إنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب أو مشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك برضو الأمر له علاقة بأمور التجميل اللي هي قصة الشعر أو كامة حفلة ما من الآن وحتى ساعات العصر الأعضاء اللي بتكون حساسة أكثر شيء هي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية والهرمونين اللي ذكرناهم في الحلقات الماضية الإندروفين وهو هرمون مسكن للألم والميلاتونين اللي هو هرمون مساعد على النوم هذول اتنين بيصير فيهم نوع من أنواع المشاكل عشان هيك بنشعر بالألم أكثر بالفترة هاي وبرضو بيصير فيه نوع من أنواع الأرق أو عدم النوم أو قلة النوم أو النوم الخفيف برضو بالفترة اللي هي من الآن لغاية ساعات ما بعد العصر أما في ساعات ما بعد العصر الأعضاء اللي بتصير حساسة هي الرأس والأسنان اللسان والعضلات المخططة اللي هي تقريبا بتيجي بنسبة أربعين في المئة من عضلات الجسم العضو الذكري عند الرجل والمرارة والشريين والدم هذولا أكثر النقاط اللي بيصير فيهم حساسية وبرضو بدهم رعاية أكثر لازم أنه برضو إذا كان الموضوع بيطلب لفحوصات طبية الفترة هاي ممتازة يوصى بالعمليات الجراحية بهذا اليوم ولكن زي ما حكينا أنه لغاية ساعات ما بعد العصر بيظل حساسية الجسم عالية طبعا بما أنه في خلو مسار من الصباح للمساء بتوقيت الأردن أو منطقة الوطن العربي فهذولا من قلهم لا تصلح للعمليات الجراحية الكبيرة العمليات الصغرى ممكن غير العضاء اللي احنا ذكرناها أما إذا الدول اللي فيها خلو مسار من قلهم لا في فترة خلو المسار لا تصلح العمليات الجراحية بالنسبة لأمور اللي إلها علاقة بعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة الحقن جائز في هذا اليوم أما بالنسبة للجراحة إذا مش في خلو مسار لأنه برضو في منطقة الرأس فعشان هيك يمنغلأ في بعد خلو المسار أو قبل خلو المسار بصير هاي الفترة غير مناسبة لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وتصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا يوم مناسب لا إلو ولكن زي ما حكينا أنه الأعراض الجانبية بتكون واضحة طالما القمر موجود في الحوت بالنسبة للأعراض الجانبية كيف نتوقعها وهي بالبرستمول أو البندول حبتين كل ست ساعات عساسا حافظ على حرارة الجسم ومسكن لمدة ثلاث أيام ويفضل أخذ بيبي أسبرين للأشخاص اللي ما بأخذهم مميعات لمدة ثلاث أيام بما أن القمر موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 16-11 بيبدأ في تمام الساعة 53 دقيقة من بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو لغاية الساعة 22-17 دقيقة من صباح يوم الأربعاء 17-11 لا ينتقل القمر بعديها لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب 10 أيام في تمام الساعة 12-18 دقيقة بعد الظهر بيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 60% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يمكث في الحمل لغاية صباح يوم 17-11 منتحس بنسبة 25% القمر اليوم عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيظل التعب مسيطر عليكم من الآن وطيلة ساعات النهار لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك يبدك تحذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير في ساعات ما بعد العصر بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود بتكوا تحذروا اليوم من مزاجك ومن عصبيتك ومن كلامك أثناء التعامل مع الغير برج الثور بتنشطوا من الآن وساعات النهار لغاية ساعات ما بعد العصر ما بين الأصدقاء وبتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أما في ساعات ما بعد العصر بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكوا تحذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور الوضع للأسوأ بما أن القمر رح يكون في بيت المتاعب برج الجوزاء حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن لغاية ساعات ما بعد العصر بتكوا تحافظوا على سمعتكم برضو حاولوا ما تخلفوا القوانين وما تجازفوا في ساعات ما بعد العصر بتنشطوا ما بين الأصدقاء فبتلتقوا بأصدقائكم وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكوا تحذروا من الاندفاع والتهور حاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصبيتكم برج السرطان من الآن ولغاية ساعات ما بعد العصر اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وينتبه أثناء السفر ويتفقد كل أوراقه أمتعته كما عليك عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات في ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسمعة أو علاقتكم مع رؤسائكم بالعمل بتنجحوا بعمليات التواصل إنجاز أعمالكم ولكن الفترة هاي بصير فيها نوع من أنواع الضغط تطلب منكم أن تنتبهوا ما تشوهوا سمعتكم ما تجازفوا ما تغامروا ما تخالفوا القوانين هاي أهم التوصيات برج الأسد من الآن ولغاية ساعات العصر بيظل إنه الاهتمام بالعمور المالية ممكن أنك تتفحصوا حساب مشترك علاقاتكم مع شركاء المال أو الأشخاص اللي المال بكون مشترك ما بينك وبينهم امتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في فترة خلو المسار وانتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع في ساعات ما بعد العصر ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والعلاقة مع الأجانب أهمش إنه ما في داعي للمجازفات أو لا الإهمال العمل لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في العمل مرج العذراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات النهار أما في ساعات ما بعد العصر تنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا إنكم تحذروا من النزاعات مع الشريك خصوصا العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل الأجواء بتكون شوي حساسة بدها شوي ديرت بال من ساعات ما بعد العصر يعني شوي بتخف عليك الضغوط برج الميزان من الآن إلى غاية ساعات ما بعد العصر بدكوا تواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل حاولوا إنكم تبادروا في عمل جديد في ساعات ما بعد العصر القمر رح يصير مقابلكم تماما فترغبوا في تعزيز شراكاتكم كما إنها هاي الفترة شوي بتكوا تنتبهوا من أمور إلها علاقة بالنيران أو الجروح أو الالتهابات على أنواعها أو الإصابات في نفس اللحظة إنه طاقتكم بتكون ضعيف شوي فهذا الشيء بيقولكم إنه ما تدخلوا بمواجهات وانتبهوا لصحتكم برج العقرب بتظل العاطفي قوية عندكم وبيتميلوا للتواصل مع أحبائكم أو للتجاوب معهم ممكن يكون فيه لقاء عاطفي أو توطيد العلاقة مع الأحبة خلال ساعات النهار ولكن من ساعات ما بعد العصر بتكوا تنتبهوا لصحتكم بغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو مع الأولاد فعليكم الحذر يعني أهم النقاط من ساعات ما بعد العصر هي العمل والصحة برج القوس اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعات العصر حاولوا إنه بس العلاقات العائلية التواصل العائلي أو التقارب مع الأحبة في ساعات ما بعد العصر تزداد رغبتكم في التقارب والتفاهم مع أحباكم ولكن حاول إنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه شوي مزاجك بيكون حد برج الجدي اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد في ساعات النهار ما يعتمد على الحظ نهائيا انتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء حواراتكم أثناء نقاشاتكم في ساعات ما بعد العصر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ولكن شوي بيكون مزاجك عدواني وهذا الشيء ممكن يسبب خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارة خصوصا بالشوارع داخل المدن برج الدلو من الآن لغاية ساعات العصر بتكو تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة بتكو تخففوا من النفقات لغاية ساعات ما بعد العصر من ساعات ما بعد العصر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنه يعاني البعض منكم من مشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود إلى المال هو أهم شيء أنه بالفترة هاي تتجنبوا أمور التبذير برج الحوت طبعا القمر موجود عندكم طيلة النهار لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك بيظل النشاط مسيطر عليكم أكثر مع هيك ما تبادروا لعمال جديد بل واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وخصوصا في فترة خلو المسار من ساعات ما بعد العصر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم لكن شوي مزاجكم ممكن يكون سيئ وتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع المحيط أو بعض المشاكل ضبط الأعصاب مطلوب وانتبهوا لأموالكم طبعا في النهاية بحب أذكر كمان على موضوع البث المباشر اللي رح يكون الليلة السبت على الأحد فرح يكون الساعة عشرة مساء بتوقيت الأردن ثمانية بتوقيت جرينيتش طبعا شكرا للجميع شكرا لدعمكم شكرا للداعمين شكرا للأشخاص المنتسبين بالقناة بتمنى الليلي أنه تكونوا جاهزين ومستعدين وحطين أسئلة واضحة يعني الليلي رح نجاوب على أسئلة إن شاء الله أنه ألبي طلبات الجميع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة